موسيقى مشاهدين مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم زينة زين البرنامج يأتي لكم الجديد وآخر المستجدات التي تتهم الجمال والموضع في الفقرة الأولى من الحلقة اليوم سنتحدث لكم على الثانية تندانسة غرب دماغية هذا الموسم فقرة فوكوس سنرى كيف يمكننا أن نظام محافلة الأعراس بمساعدة ويدنج بلانر وفقرة غلوكين ستكون مميزة هذا الأسبوع فأخذوكم معنا موسم الأعراس قرب واختيار غرب دماغية ما يكون دائما مهمة سهلة كنلاحظوا أنه في أغلبية العروض الأزياء للأوت كوتور كي تمن اختسام ديالهم هذا البيئة اونيك لاحظنا أن هذا الموسم أقمش مختلفة في غرب دماغية فكلقوا غرب دماغية انتوا المويلة بلا مسلم دسوة ولا بلا دنتيل نشوفوا الصور صافي لقيتوا الرجل اللي غادي تدوز مع أحياتكم كامرة العرض ديالكم مبقى ليهوالو وصلوا الوقت باش تختاروا لغرب دماغية اللي ديما كنتو كنتو كتحلموا بها سواء غرب أبوري طويلة أو قصيرة بأنتخان طويلة أو غرب الأميرات أجيوا تشوفوا معنا أجمل فاساتين ديال العرايس هذه السنة المسممة الكبار ديال الأزياء بحل إليساب أسكار ديالارينتا جون بول كوتير تعلوا انتباه ديالنا بلكوليكشون ديالهم إليساب بيالينا عرائس في قمة السحر والأناقة عشتنا بتحديد النعمة مع دانتا اللي شانتييي والكل مزين ومريصا بأحجر وبرود من الأخضر هذا المسممة يغبط على الترانس بحريفات الوزو الغرب بالدانتا حول ديال بعجمة المسممة يختار في صالات السايحة بحل الأميرات واستعمل التول في جميع الفاساتين عندو أسكار ديالرينتا نغرب دماغية جود تحديد أحلام كثيراً خفيفاً وبأسنطر موردة التي تجعله الطايل ماركي وكذلك جوبان طويل مزيين ومتروز بريش طن سخطن أما جون بول غوتي قدم لنا عروس متقلقة وغاية في الجمال كثيراً في الويد بلا مسلم دسوة فيما يخص لطايل فكنت معلمة بأسنطر مكسوة بلا مسلم غوتي اختار ديكولتيف في باشي سلط على السيلوات دي العروسة واشيكون الزيكا من المئة بالمئة وخاص بالعروس وضع تيجان أرجنتي بالفوال ترانسبران بالنسبة للبريتا بورتي فهو داعاً للكسوة العرائس بلوتول ولكريبون المادة اللي غادة تكون مع الموضة هاد العام واللي ما نزلتش القيمة ديالها هي لدنتيل شفناها فلو بيستيي في الكمام وكذلك متروزة فلو فوال وشفناها أيضاً مزيينة في الداب عزينة هذين حنا كنفضلوا لغوب دمارية كلاسيكية بلدنتيل في صدر وكذلك في صايا هاد النوع دلكسوي كيبقى جد آنيك غافيني وبالخصوص انتوي مئة بالمئة تنظيم حفلات الأعراس تتطلب وقت طويل وتنظيم دقيق هاد المهمة ما كتكونش دائماً سهلة والحل الصباح موجود عن طريق الويدينج بلانير هاد المهنة اللي عاد دارت مؤخراً في المغرب الويدينج بلانير كيتكلف بكل ما كيهم العرز مثلاً بطائق الدعوات تنظيم القاعة وأشياء أخرى قد نتعرف علام خلال الريبورتاج حفل الزيفاف هو أهم حدث في حياة العروس اللي ما يمكنش لها تنساه ولإنجاح هاد الليلة المميزة لابد من القيام بعدة تحضيرات اللي كتطلبت لمجهود كبير ووقت كافي اللي في بعض الأحيان كيسعب على الفيتور مغيية مواكبة جميع هاد تفاصيل ده بصبح بإمكانهم الاعتماد على الويدينج بلانير فاطنزارة لارا مهدي هم مخططوا أعراس أن تعرفوا على طريقة شغالهم تحضير لحفل الزيفاف يقدر يبدأ من عام ولا 6 شهر حتى كذلك شهر قبل الزيفاف فكل ما بديتي تجهز للعرس بكري كل ما ضمنتي الحصول على كل ما كترغبي فيه إحنا اليوم ربقنا لارا باش تختار مع العروس الفصة الملائم سوف نبدأ مع الزيسياج ديال الفصاتين العرس نو فيا عمي ربقنا للمجاستين منفرجيها لكاتالوج وأنا هون بورا كونسيي بالشوى ديال الفصاتين العرس بعدين بكون معاها بالتقييس بتغير منشوف معها لزاكسي سواق مننقى معها لطرحة وبعد ما تشوف كل شي توتلي زيتها بديل بس لسياج واليخب منتفق وهي بالآخر بتنقى لبغات شكل العروس مهم بزاف لأن كل عيون كتكون سلطة لها فالكوافير والميكاب خاصهم تختاروا بعناية ويكونوا كيتماشوا مع لدغنية تندوس الموجودة لذلك لا بد من توجه الاختيار للسالون قبل العرس ديكو ناريبو سالون نسلم لاماريه بين إدام دي بروفشيونيل انه فالكوافير لسالون قبل العرس راغعانها والميكاية بالتحديد هذه الأمور جسي لذلك السنة والكمل التحديد في عهدان مع ترون نشأني موسيقى من بعد منشوف معاً مكيجزين ويكونوا مثل ميكاپ ارتيس بيشوف هساب الواججيال لكائم بيتهامل لدي اميلة دي باريس ميكاپ أنا بكون معها، ضروري نعمل التست قبل العرس لأنه نتفق إذا عجب هالموديل قبل أو لا إذا لا بنرجع نعمل تغيير بس ضروري أنا أكون هون جسما بو أكومبانيه وإنصح لماريه شوف كمان هي أنا دافع سيزان تغيير تحضيرات لحفل الزفاف ما كتطلبش فقط الاهتمام بالجانب الجمالي اللامغي بل حتى الدكور عنده دور كبير في إنجاح العرس ولهذا كالقوب أن هاد الويدن بلانير كيحرصوا على التواجد وتفقد كل شيء على حسب لتام اللي تم الاتفاق عليه مع العرسين الانتهاء من تحضر ديالاز ما يعنيش بأن مخطط الأعرس انتهى دورونا بل هو كيبقى مرافق العروسين خلال الحفل أنا كان محي مع العروسة أول حاجة كان محي معها لسالون كان نشوف نوقف معها على ذك الشيء التي تفقدت معها مع الكوافز ديالها النهار الأول والاماكيوز خصويت دار صافي كان خليها وكان محي بحالي دونك أنا كان محي البلاسة العرس دونك باش نشوف واش تغييرتي كون دجا دار الميزان بلاس ديالتو كان نوقف على الناس ديالي كل راج نشوف واش تطو كافي واش دك شي كيمة هو كيمة تفقنا عليه دونك تنشوف الموسيقى نشوف واش دك الأغاني اللي اخترت العروسة واش كينة واش جابهم معه اللوغكاست خلال ديجا واش كينين متوفرين كان راقبوا النيفو ديال الصوت باش معاوتني حتى لالانطوغاج ديال في الكين العرس ويكون كافي بحيث أن الناس هنا يسمعون زيان وكان ديروا التست ديال لالومياخ واش كافية بمتسبة التصوير دونك توس كي سباس في العرس كان وقف عليها من بعد ما كتراقب فاطم زهرة كل ترتيبات داخل القاعة واش غادم زيان كترجع باش تأكد من أن الألبسة التقليدية وجدة وكتبقى مرافقة للعروس حتى كي سليلار العروسة فاش كتوصل من السالون وكتدخل عند نقافة كنخلين نقافة كتتلبسها وتتقوم خدمتها ولكن قبل ما تخرج العروسة لعند الناس كي خسنين ندخل باش نتحقق من شي حاجة نشوف واش داك شي كيمة وش هو هذك نتأكد بأن كل شي اوكي بك ساعات تخي عاد كتر عاد من الغافة كي خرجوه هلا لا أصال يقوموا دبع وثاني لغيتيوال ديال لومهم كيف ما سبق وذكرت لكم الغلوكينج ديال الأسبوع مميز إحنا غدي نتكلموا على سبيسيال مغياج معنا مشاركة اللي غدي نساعدوها في طيال القفاطن لغوب دماغيه الماكياج وحتى المشتاة اللي غدي تولمها في العرس ديالها خليوكم معنا اليوم فارق زينة زينة عنده مهمة خاصة حانا عروس مستقبلية جات عندنا اليوم باش نعطيوها فكرة على آخر مسجدات الألبسة الخاصة بالعروس كيف ميرا صباح الخير؟ بحضر هذا السومين هادي عنا الإبيزود سبيسيال مغياج معنا حانا اللي كتوجد العرس ديالها بغيناك سعطيها النصائح اللي غدي والموافقتين اللي غدي جو مع الحسب المغفوروجي ديالها اللي حسب لوتين ديالها وحتى على حسب لديرنير تندانس باش حتى المشاهدات اللي كيشوفوا معنا ولي كيوجدوا لعرس ديالهم يلقوا لكلنا نقولوا للجاوب لهاد أسئلة هادو بان مباركو نسعود لكما عليها باخير والجميع اللي مقبلين على الزواج ان شاء الله بالنسبة لحانان أنا نحاول نقصر عليها لديرنير تندانس اللي كينا نهاد لعام ديال 2013-2014 ونشوفوا بانسو كما قلتي على حسب للمغفوروجي ديالها لتاقل، لشوفوا بانسو كما قلتي نحاول نقصر عليها بلزير كولار وان شاء الله اللي جاها نزيان نتمنى ليكون اختير موفق شوك تينا سيمير بجشوفوا للاكوشون ديالك مشي ونشوفوا للاي تنو لرادت تقصرحي على حانان نشوفوا كي ردي جيوها بيانسو كما قلتي بجشوفوا للاكوشون ديالك سيميرا أول سؤال قلتي نسولك شنو هما الألوان اللي مضروري أن العروسات تختارون في القفات نديبنا البلان تبقى دائما الرمز ديال العرس يعني لابدال لما غير تبدخول بالبلان مي في الزواج تتحاول تتغير شوية بالنسبة تتحاول ديالالوان اللي مختلفة وشكين شي النوم بغ ديالي تنو اللي خاصوا من يتلبسوا ولا كل واحد عنده الختيار ديال كل واحد عنده الختيار يعني كل العروسات تتبغي على حسب العرس شح المدة دياله وشي تتبغي دياله ولا تخوه ولا كات على حسب يعني ما كنشو واحد العدد اللي هو محدد سيميرا كنشوفوا أنك هنا اختارت لنا تشكيلة ديالي كافتان كلهم زوينين تبارك الله مكنا نكسو تدريلنا على هذا الاختيار هذا اللي أنا حاولت نختار بنسبة الحانان اللي مغفولوجي ديالها يعني حاولت نطيع واحد شكيلة اللي يمتنو ع كل اللبسة يعني متاتشبهش الخرى هذا مثلا هذي اللي بلان تتجيل عروسة يعني في دخلات تتجيواتها اللي بلان بزاف ومتضرورة بس هذا وهناك كعد كالي كولار كين هذي انكولار اللي سيكلها تخافي بل كولار غيرتو الجون لغوج تتواتم مع العروسة بزاف وبينسور هذي مشوشwwww وحنان وبستطيعuin هذي تتنو تقيسهون بششوشفو ماهو الذين هذي يجون داكور أنك بليز riage posts كنت حنان هذي هو القفطن ierung اللي بتروح هذي كوب ولكولار وتعرفنا على لبسا ديالها اوكي استر vist هذي الكافي لأنه ماشي تخوشي و الأحسان تدخل بلو بلان و البلان واتك بزاك لنتي بلانش دو بو دجا و جك أمودل ليهوا مودرن تواتم على المورفولوجي ديالك لأن فيه التارث فيه الحجار في هذا ستونا نبيس او ريجنال ولكن جسك نزي ونام على تاي ديالك للمورفولوجي ديالك مرسي موسيقى لهفي رقم حتى وواتاك جاك زوين وصارت تلك السل به مخدوم تفاصيل من البثارية هاده مخدوم بالدهبي ومع المعه المرود جاك مزيون مع وجهك وهذا السل لاموس من الفق في الويد جاك زوين بزاف ونتمنى حتى نتيتكو نعجبك شمع عاجبني بزاف مختلف إلا البس اللي كنشوفه ديمو ودبا نقصرح إليك القفطان الثالث موسيقى موسيقى حتى الحمر جاك رائع تقدر تلبسها في الدورة خدمة ديالها هي مختلفة على القفات الليولين اللي البستي بالطرز وتنبات وجاك لوجه حتى هو مزيان تمنى حتى انت يكون الاختيار ديالي معاك يكون موفق موسيقى حنان كيفاش دازولي زي سياج مزياني موسيقى 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 لكن في هذه المديرة أنه يتعال محبوطte أو محبوطة أو محبوطة النغاذة فيها هي منتجازة هذا يتعالج من الوظفيت وخديدة لجعل نفسك ويكونكون الوظفة المحب السواري وهي جد للثارث وهي يجب على محبوطة الآن او تاني اللي قد تكون برنسيس قد تكون برنسيس برنسيس من فوخة او تاني اللي ماريه اللي جيه برنسيس مجيهش برنسيس برنسيس داكور الامياء دو باردي مشيو شوفو حنان وشوفو شنو رات قسال حالينا بيانسر مرحبا حنان كي جز كدل روب اللي اخترت لك؟ عجبتني بزاف مماريهاناش انا مرتاحة فيها ومنحت لموديل؟ طل موديل توا عجبني؟ داكور اخترت لك هاتي حت على حسب الاماريه منك تكون ضعيفة اولا ثانيا منك تكون اماريه بتيت دتاي ما تنقدوش نعطوه ادك الاروب اللي تيكون من فوخة ما تنقدوش نعطوه منك يزيدوا يقصرون بالنسبة لك انتي اعطيناك هذا الموديل هذا تيتسمى سيغان دومي سيغان حتى السيغان كي يزيد يرققك يعطيك في الطول حتى بالنسبة للفويلة هاتي اللي اخترت لك ندرك لك معاها لفويل دنتال اللي عاوتني كينالا مغيلي ما تسبغيش لبوستيه كتقولك راكجي عريانا من فوق ندرك لك لفويل اللي كتكون دنتال هاتي باش تكون شوية مستورة نجوز نشوفوا الاروب التانية قيسوها تفضل موسيقى 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 حانان هاتي الاروب التانية اللي اقترح ساليك كيف جاتك؟ عجبت موم تايام وريحة تختلفال خران هاتي الاروب كلوش لتسيو دياله لتندانس ديال هاد الاروب وان بلس دسا هاد الاروب كلوش ديال اللي تل بروده كتكون بحالا قلتي كتكاموفلي حت اللي دفوية ديال مغيية كاملة اني كتكون حدا بال مغيية عند امتدي ديفو لانشي حاجة الاروب نكتل بساة كلوش انا كاقتلح لك هادي عجبتني بزاف عاد لتفطولة ديالك مدرت لكش بحالول حت غادي جي تخو شارجي بطلق واحد قصير ديجال لغو برهيالي شارجي ديبا كبقالك الاختيار اللي كنتي شنو شنو اللي عجبك عجبتني هادي تايام وريحة كنفضل على الاخرى نجروا سلول بصحة ورحة الله كنل بالخير نكسي بكو اللي مياه وحنان شفتكم بالله تفقتوا على هاد الاغوب هادية اللي غدي ندروا بها لشوتينج ولكن قبل ما ندوزوا للشوتينج وقبل ما نمشوا عند الماكياز نشوفوا شنو الماكياج والكوافير اللي غدي تتكسر حاليك غدي نبقوا معاد لك بسو المود ونرجعوا من بعد الاختيار ديال الاليونس ميشي مهمة سهلة بين معادن والاشكال المختلفة ديال الخواتم فاحنا كنت الفو إذن قبل ما تختاروا الخاتم اللي غدي رافقكم طول حياتكم دي نازم كي اقترح عليكم تعرفوا على مختلف تسميمات اللي كيتواجدوا عن اللي بيجوتخي لغراند ميزون ديال المجوهرات سمو لنا هات السنة ديزاليانس بسيطة ودسكريت أجيو تعرفوا معنا على أجمل لزاليانس ديالسنة الفين وربعتاش تيفانيينكو اختاروا دي سوليتار كلاسيكيين وزادوا عليهم لمسات خفيفة وبسيطة شي اللي خلالا كوليكسون ديالهم تكون زوجة مع الستيل كلاسيك ولمودانيتي هاد الخواتم كيف تضهم أغلب العرسان الشوبان فضل السامبليسيتي ديالهم فانكليفن أخبل تارو الانتباه والأحاسيس ديالنا بالمجوهرات ديال الحب للواسط ديال كل خاتم كيتميز بالكبر فضل البابي والديامون اللي كيزيدوا بزاف لكلا وكيجعلوا الخاتم يبان كبير فضل الحجرة الوسطانية عند كارتيك لقوا أشكال بالديامون وأشكال مرصعة بأحجار ديال الديامون في الوسط ديال 0.30 حتى 0.50 كغا الشي اللي كيتماشر طريقة ميتالية مع السيدات اللي كيحبوا لديسكريسون العليونس هادي سترافقكم كل نهار فمن الضروري إذن أنكم تختاروها على حسد الضوء ديالهم وباش تشخصوها أكتر ما عليكم إلا تكتبوا الحرف الأول من سميتكم وسميت رافيق العمر ديالكم هكذا هادي ستبقى فريدة من نوعها وهادي تكون مطابقة الحب اللي كيجمعكم كلتم بونجور بونجور الله يبارك فيك بغيناك تهدرنا قبل ما مندو على حنان وشنو الماكياج اللي غادي والمها هي عروسة وكتوجد العرس ديالها بغيناك سعطينا أمتيت أپرشو على شنو هوا شنو هوا شنو هوا لدهنر تندانس لكي نفو الماكياج ديال العرس وحتى لكوافير النس دابا و لو تتلبوا لشوز سامبل يبا ميوك لسامplicيته لبلو بار ديال المغيادة يجيوا تتلبوا لنسو تقول لك بغيت غير شي حاجة باش نبان زوينه وماشي تخو مكيه ماشي دكشي شارجي مابقوش دوك لكوافير عاليين ودكشي مستف بحل ديال زمان صوف كي نرجعو لدكشي ديال زمان بحل فرقة في الواست خيات الريح مكياج حتى هو لاي لايناغ دكشي ديال زمان مي في لسام بلسامل دائما هدا هو لايضا اللي كي نبا لسامل اللي كتبغي بلسامل للي قدوه صغنيو عليهم ما زالت سنستعملوهم غير هنا يفق في العود دكالحجيرات مبقوش بزاف كي ديرو الحجيرات رجعنا سنديرو اللي بايات اللي كتبغي بكتبغيش اللي قتبغيش اللي بايات دكوه كلتوم غادين شوفوا هاد شي لي قلتين كامل في الفل بخاتيك سألنا تشوفي حنان مشاكل متاحة وشعر ديالها وشوفين اغتقف بعض الاشتراحة صافين شاهد الله عوغ شن هو المشكل اللي عندك، شن هو اللي ما كيعجبك، شفرتك، شنه اللي كيعجبك كيفينش بغيت يتكونين نهار ديال العس ديالك ويقول لي كده بان عيني متنك حلوتي بانو صغير ورعين وشعر رديه إلي ما تطلقو مغرش لجمعته. شغي يجيني. ما عمركن ما جمع سيشعرك نعم وانا غادي مبروزي لك شي حاجة اللي قاتج مجموعة ولكن ماشي تيري بزاف سي غادي شجي مشي بلاكي بزاف غادي شجي حاجة اللي غايجي شعر بحلة ناترال بحلة ما مجموعة إن كوافر مودرن اللي غادي تجيك مزيانة مع وجهك ومنسبة الكحول غادي ندير لكحلك عينيك وليو دو متر الكحول ملالانتاريور غادي ندير لكحلك عينيك بان كرايان بلو باشي بانو كبار وغادي جيزوينة إن شاء الله مشاركة اللي معنا دائماً كتكون طلقة شعرها وبغاة نهر العرص إبقى شعرها مطلق لذلك خبيرة شعر والجميل قتر حتكوافق بابيليس بالنسبة لماكياج وضعت لها الفوندوتان لإخفاء عيوب الوجه وركزت على العينين بوضع دفاغة بوبيع بايتي باش تبرز لها العين ودرت لها أن تخيك حل فوق العين وتحت العين استمرت لها العين ده بنخليكم معاد لكابسول بوتين ونشوفوا شنو جنالكم فيها هاد الأسبوع نهار عرسكم قرب وصلوا الوقت باش تبدو التحضيرات دي الجمال ثلاثات سيمانات قبل وباش يكون عندكم أنتان دوباش لخالي من العيوب غاد يخصكم تخدمو البشرة ديالكم يعني تنعسوا ثمانية سواع كل ليلة باش تفادوا الهالات السوداء وليبوش تحت من العين غاد سكم تشربوا على الأقل جوجيت روديال المال يوميان باش تحصلوا على بشرة اللي رطبة ولامعة جوجت السيمانات قبل كننصحكم تديروا ان سوان دو فيزاج باش تتخلصوا من اللي بوانوار لسوان دو فيزاج غاد سكم تديروا 15 يوم حتى العشر يام قبل باش تفادوا أي خطر ديال الظهور حساسية واللح مرار وباش تخلوا البشرة ترسح خلال هاتجوجد الأسابيع ديال التحضيرات اجتنبو جميع الواجبات الدهنية والسوكارية باش ما تزيدوش في الوازن حيث مع التوتر كان بدو لغنيوتاج وسبوع قبل العرز وباش تحصلوا على شفاه اللي بول بوس بدو تدعو أمبوم مرتب قبل ما تناسو موعد عند الاستاتيسيان كيبقى ضروري باش تخلصوا من اللي بوال والتقنية الميتالية كتبقى هيا لصير نهار قبل الزيفات فكروا باش ديروا لامانيكور يدين ديالكم خصوصا ليد اليسرى غاد يبانوا بزاق مهار زواج فيما يخص الرجلي فسواء كانت صبات ديال العرز محلولوا لمسدود ديروا لامانيكور باش تكونوا مرتاحين المرحلة النهائية كتبقى هي المساج والحمام اللي غاد يمكنوكم من الراحة والاسترخاء التام ليلة العرز ما تنسوش تنعسو مزيان وبهذا النصائح العروسة غادي تكون زوينة ومرتاحة يوم الزيفة في جارة تصلت بزينا زين باش يساعدوني حين تكن وجد للعرز ديالي تساعدوني بزاف في الاختيار ديال القفاط المغربية والغوب مغيية استفدت بزاف من النصائح ديالاختصاص ديالي اما بالنسبة لشعري كنت لقوه بزاف وكنتخوه فاكي فاشنا ننديللي نار لعز خبيرة جميل ساعدتني بزاف وعطتني نصائح اللي غاتنفعني وكنشكر بزاف برنامى زينة زينة إذا أردتم أن تشاركوا معنا في فقرة غلوكين كيفما العادة معكم إلا تصلوا بنا عبر الهاتف والبريد الإلكتروني الذي يظهر أسفل الشاشة وإلا تسجلوا صفحة البرنامج على فيسبوك حلقة نوسطة نهاية ديالا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من كل فقرات التي قدمنا لكم لا تنسوش لعندكم أي سؤال ولا اقتراح بغيت تشاركوا معنا فما عليكم إلا تبعتوا لنا به زوروا كذلك الموقع الإلكتروني للبرنامج لكي تتعرفوا على كل ما يهم الجمال والمودة تلقوا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم زينة زينة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر